بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لقد جعل الله سبحانه وتعالى من لوازم الإيمان وكماله أن نرضى بالقضاء والقدر خيره وشره ونحن في هذه الدنيا إنما في مقام العبودية والتسليم فيقول الحق سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلون أخباركم صدق الله العظيم ولقد صارت السيدة هاجر تلك المؤمنة الصابرة المحتسبة صارت معلما في تاريخ المرأة المسلمة بتجاربها القاسية وبصبرها العظيم ووعيها بطبيعة الرسالة والتكليف هاجر المبتلاه على طول الخط مبتلاه في بيتها وفي زوجها وفي ولدها فما أرصخ إيمانك وما أشد بلاءك وما أعظمك أيتها السيدة المباركة خرجت هاجر من بلادها وهي تشعر أنها تتمزق حزنا فقد تخلت عنها الآلهة جميعا فسقطت في الأسر وانتهى بها المطاف جارية لسيدتها سارة تاركة قصورها ومجدها لقوم آخرين رفعت عينها إلى السماء لا تدري لأي إله تبتهل فقد خاصمتها الآلهة فكانت كالغريق الذي لا يجد من ينتشله حطت القافلة رحالها وقام إبراهيم للصلاة ومعه أتباعه المؤمنون وقفت هاجر تراقبهم وهي تحدث نفسها قالت هاجر عجبا لهؤلاء القوم إنهم يصلون في الخلاء لا معبد ولا مذبح ولا كهان ترى أي إله هذا الذي يعبدونه ويقفون بين يديه هكذا خاشعين إنهم يركعون ويسجدون ويجهرون بالدعوات ووجوههم تتألق بنور لم أرى مثله في وجوه الكهنة العظام دخلت هاجر على سارة في خيمتها يدفعها الفضول في معرفة ذلك الإله الذي يعبدونه قالت هاجر سيدتي سارة لقد رأيت سيدي إبراهيم ومعه القوم يركعون ويسجدون فأي إله هذا الذي تعبدون قالت سارة إنه الله الذي لا إله إلا هو خالق السماء والأرض الله الذي خلقنا من العدم الله الذي يحيي ويميت ومتى حكم هذا الإله الأرض ما كان ملكا أرديا في زمن من الأزمان إنه قديم الأزل فهو الأول لا أحد قبله وهو الآخر لا أحد بعده هو الله الذي سيبعث من في القبور ليجزي كل نفس ما كسبت أتعبدون إلها لا ترونه؟ إن كنا لا نراه فهو يرانا إنه معنا في كل وقت وفي كل مكان يعلم سرنا ونجوانا فالله بكل شيء عليم وكيف يرعى وحده السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والعواصف والرياح والأنهار ما هذا الكون في ملك الله إلا كذرة رمال في صحراء شاسعة ولكن كيف عرفتموه وأمنتم به وهو لم يكن ملكا على الأرض ولم تروه إن الله يصطفي رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أو تصدقون الرسل؟ إنهم يفتحون أبصارنا وبصائرنا على آيات الله وعلى بديع صنعه حتى نحص الله في أنفسنا أخذت هاجر تقلب وجهها في الكون الفسيح أحست وكأنها ترى الدنيا لأول مرة امتلأت جوانحها بخشوع لم تشعر مثله في معابد آلهتها أحست أنها قريبة من الله تشعر بوجوده في كل شيء حولها أخذت هاجر سنة من النوم فرأت نفسها روحا هفهافة تحيط بها الأنوار من كل جانب وكائنات نورانية مجنحة تلتف حولها ورأت أن ماء طاهرا غسل صدرها وأزال الأدران عن قلبها وأن طيبا مس جسدها طيبا له عبير يفوق عبير كل عطور الأرض قامت هاجر من نومها وهي سعيدة بما رأت ولكن سعادتها انقلبت إلى دهشة عندما أحست برائحة الطيب التي شمتها في نومها تملأ أنفها إنه عطر يفوق كل عطور الأرض التي عرفتها أيام كانت أميرة على منف قالت هاجر عجبا أمازلت أحلم؟ أهذه الرائحة العطرة والشد الزكي وهم من الأوهام؟ أيبلغ تأثير الحلم أن أظل أشم ما كنت أشمه في منامي حتى بعد يقضتي؟ قالت سارة ما أطيب ريحك اليوم يا هاجر أيقنت هاجر ساعتها أن ما رأته في منامها إن هو إلا رؤيا صادقة وأحست أنها ولدت من جديد وأن ما حسبته شرا حين أسرت ونزع عنها تاجها وحين خرجت من بلاجها جارية إنما كان الخير كله من الله الذي أراد لها الهداية والرشد وانطلقت منها ضحكة فسألتها سارة ما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك تذكرت أني كنت أعبد العجل والتمساح والثعبان والقط وأني كنت أعتقد أن روح الآلهة تحل في أجزاد هذه الحيوانات فضحك والآن تفتحت عيناي على حقيقة ما كنت أعيش فيه من ضلال وأوهام لقد تحاب في الله وعلمتها سارة من أمور الدين التوحيد واستقيا علمهما من سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي صار شيخا كبيرا وألهم الله سارة أن تزوج هاجر من خليل الله ليتحقق وعده ليأتي النسل المبارك الذي يرث مشارق الأرض ومغاربها حملت هاجر فتهللت القبيلة بالفرح وراح إبراهيم يصلي شكرا لله فقد صدق الله وعده ووهب له على الكبر ابنا بعد أن ظلنا أنه لن يحدث أبدا وراحت هاجر تقوم الليل تصلي لله وتحمده وتبتهل إليه أن يتقبل دعاءها قالت هاجر رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه رب اجعله من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة تقر بها عيني وعين نبيك إبراهيم ونامت هاجر وهي قريرة العين تحمد الله أن اصطفاها لتنجب ذرية لخليله وإذا بهاتف يأتيها في منامها يحدثها ويقول لها يا هاجر قد سمع الله ضرعتك وسيهب لك ولدا فسميه إسماعيل أي المسموع من الله لأن الله استمع لصلاتك وسيباركه لك الله وسيكون هذا الولد سيدا على الناس وقامت من نومها خائفة القلب منشرحة الصدر فما زال الكلام الذي سمعته يرن في أذنيها عذبا كتسبيح الملائكة فخرت ساجدة لله شكرا ويخرج إسماعيل إلى النور واستفرحت الأم والأبي والعشيرة وتشتد غيرة كانت تخفيها سارة داخلها ولا أحد يعتب أو يلوم إنها الفطرة البشرية وطبيعة النفس الإنسانية قالت سارة يحق لك أن تفرحي بولدك يا هاجر ولكن أرجو أن لا ينسيك هذا مكانتي قالت هاجر ولكني منحت إبراهيم ما لم تستطيعين أنت أن تمنحيه له ويحك هاتعيرينني؟ بل أقول الحقيق الحقيقة أنك مهما ملأت بيت إبراهيم أولادا فلن تصل إلى مكانتي في قلبه أنا أم ولده يا إلهي لن أستطيع أن أحتمل أكثر من ذلك وتشتكي سارة إلى زوجها إبراهيم بأن هاجر قد تغيرت نحوها وأنها تتعالى عليها بعد أن رزقت بالولد وأوحى الله إلى إبراهيم أن خذ هاجر وإسماعيل واخرج إلى حيث أريك فحمل هاجر وإسماعيل وهو رضيع على دابته وانطلق إلى الجنوب إلى الأرض التي أراد الله أن يبارك فيها للعالمين ترجمة نانسي قنقر